أهلا بكم من جديد مشاهدينا والآن إلى هاشتاج كورونا ونرصد فيه اليوم تفاعل السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي مع مراسلنا التجاني خضر من الخرطوم ينضم إلينا أهلا بك تجاني مساء الخير نتمنى أن تكونوا سالمين وبألف خير في السودان ونبدأ مع الهاشتاج الأول وهو لفتة لطيفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأشياء الإيجابية في حياتهم طبعا لتفادي كل هذا الاكتئاب المحيط بكورونا نعم صحيح مساء النور عليكم على المشاهدين الكرام المجتمع السوداني ابتدر عبر السوشال ميديا هذه البادرة بعرض صور من الحياة الطبيعية لكل شخص يعبر فيها بدون أن يكتب عليها شيء عن طبيعة الحياة وأنها تسير باستقرار وهناك أمل متجدد دائما في حياة أفضل بدأها محمد سليمان الكناني ولكنه كتب هذه المرة عندما وضع صورته وبعض من أطفال قاربه في البيت قال الحاجة الوحيدة التي تخلينا إيجابيين الحلوين ديل ويقصد بهم الأطفال حاجة حلوة شديد هم اللي بيخففوا عن كل حاجة بعفويتهم وإيجابيتهم الحلوين في شارع من الأطفال وباقي المتفاعلين وضعوا صور أخرى بعضهم وضع صور مع أطفال المعسكرات اللاجئين والبعض الآخر وضع صور معائلية خاصة داخل المنزل وهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي هاشتاغ آخر عزيزتي هو اسمه لجيب بنزين نظرا لأزمة الوقود الموجودة في الخرطوم هذه الأيام بسبب قلة ونظرة الوقود واللجوء الحكومة إلى تحديد محطات للوقود التجاري بسعر يختلف عن السعر المدعوم أنشأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الآخرين من خلال تعرف على محطات الوقود التي تعمل في ظل هذه الأزمة الخانقة في الوقود والتي أدت إلى غيابه عن محطات دون أخرى وهي محطات تجارية تعمل بالسعر المدعوم هناك غرد محمد حسن قائلا جهزوا قروش التجاري وتوكلوا على أقرب ترمبة البنزين راقد في إشارة منه إلى أن البنزين بالسعر التجاري الجديد متوفر وما يعني تمهيد لرفع الدعم زولت سلاح قال ما لقيت بنزين أنا من يوم الجمعة وإلى الآن ما لقيته يبدو أن نزول سيارته متوقفة الآن ربما يسير بالمواصلات هذه اللحظة كل شيء يتوقف في الخرطوم بسبب بد حضر التجوال مع هذه اللحظة عبدالله إيسى قال هو الآخر في طرمبة فيها مدعوم ودي تعرفها من طول الصف يعني الطرمبة التي محطة الوقود التي وجدت فيها صف طويل تعرف أنه بنزين مدعوم والتجاري بصف أقل نظرا لارتفاع سعره مما يدل على معاناة السودانين في توفر والبحث عن الوقود هاشتاك ثالث عن مشروع القومة للسودان ويقصد به هو مبادرة شعبية أطلقها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لدعم الاقتصاد السوداني في مرحلته الحالية تعتمد على تبرعات وهبات المواطنين السودانيين في الهاشتاك وصلت جملة التبرعات إلى واحد وستين مليون وثمانمية واحد وثمانين الف مائتين واربعة وستين جنيه السوداني كتب لهم شكرا على كرمكم ودعمكم المستمر لكن مجدي سعدابي قال لو قمنا بتأهيل مشروع الجزيرة وتوجهنا بزراعة القمح والمنتجات النقدية الأخرى على مستوى السودان وترك كل وزير ومسؤول كرسيه ومسك الفأس ما نحتاج لتبرعات ونكتفي ذاتيا متى يدرك المسؤولين هذا للأسف نفس الأخطاع الصابقة تتكرر الآن مصر أصغر مساحة مننا وتصدر لكل العالم أسعد بره والآخر لديه رأي وقال للأسف نقدر نقول فشلت في إدارة الحملة وما استغلت حماس المغتربين في رغبتهم في دعم الوطن المفترض كانت تكون في أرقام حسابات خارجية فور إطلاق الحملة أو بعدها بيوم بالكثير الآن قاربنا للأسبوع من إطلاق الحملة وحماسنا أقل ربما التغييدة انتدت إلى أكثر من أسبوع بالتلقاضي تركت كل هذا الأمر ولجأت إلى مشكلة تعاني منها المنازل هذه الأيام هي قطاعات الكهرباء قالت عليكم الله حلو لين موضوع الكهرباء بعد ذلك شوفوا دائرين تعملوا شنو هذا أبرز ما جاء في تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان نعم عتي جاني خضر إذا كنت معنا من الخرطوم شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم السلامة